متابعين كرام هذه الصورة التي تشاهدون الآن أمامكم على يسارة الشاشة والتي توقيت اليوم ونشرت من قبل الأبواق الإعلامية من نظام حضارة الجزائر الصورة تدير وزيرة الثقافة في حضارة الجزائر وهي تدشن جدار مطبوع فيه لا نقول الزليج لأن هذه المكلخين والأميين لا يعرفون الزلي وإنما سنكون مطبوع فيه هذه التخربقة هذه الكارثة والمهزلة والفضيحة التي تثبت كما قلت لكم مدى الجهل والأمية من نظام حضارة الجزائر بطبيعة الحال أبواق الإعلامية من نظام حضارة الجزائر مروجين على أن هذا الزليج الجزائري نرى كيف يكذبون الكذبة وكتيقوها هذه التخربقة كما تتذكرون كانوا تطبعوها على الأقمصة في شرطات المنتخب الجزائري وقال لك هذا هو الزليج هنا ستعرفون بأن هذا المكلخين لا يعرفون الزلي شنوه لا يفهمون الزلي شنوه لا يفهمون الزلي شنوه لا يفهمون الزلي شنوه وإنما يحاولون أن ينقلوا بطريقة أعمى ينقلوا بطريقة أعمى الزليج المكلخين هي الجهلة تصاوب قطعة بقطعة قطعة بقطعة خصوصا الزليج الفاسي ومن الملكه ينقلوا بطريقة أعمى ويجبون فتحفون ويشوفون في المغاربة ويصنعوا الزليج كيف يزالوا؟ كما في الصورة تشاهدون تطبعوه على الورق ويصدقوه في الحات كيف تطبعوه على الأقمصة من المنتخب الجزائري ويأتي إصبعي وقال لك أن الزليج وكيف تصنعوا هذا الزليج لا يستطيع أن يصب ويجتم تماماً كما هو الحال مع الأبواق نظام حضرات الجزائر لطالما تحديناهم يجبون لنا ورشة واحدة في حضرات الجزائر والو ورشة واحدة والو وبهذه الحركات يزيد ويؤكدون لنا على أنهم عارفون ما هو الزليج ما هو لكي تطبع ذلك كل شيء على الورق وفي الحيطة تقول هذا هو الزليج يدل على المدى الأمي والجهل والغباء حاولت على أنكم تخنشلوا وتطلقوا الزليج وما فهموا أصلاً ما هو الزليج ما فهموا وكيف تتعبوا بالزليج وكيف تصنع الزليج وما زلنا على التحدي احضروا لنا ورشة واحدة كانت تحددكم ورشة واحدة في حضارة الجزائر يصابوا الزليج وحينما أتحدث عن الورشة لم أقلوا أنكم جبوا لي طابعة وطبعوا هذه الأشياء على الورق ونصقوه لا يوجد زليجي مثل الخين كانت تسمى غباء وأمية وجهل سيروا عند الأسيد لكم فاس وشوفوا الزليج كيف يصابوا شوفوا المراحل الزليج كيف يصابوا شوفوا كيف تركب قطعة بقطعة ومن هذا المنبر والمناسبة كانوا يوجد تحيية للحرفيين المغاربة خصوصا الحرفيين الذين يصابوا فقط الحرفيين المغاربة التي تقوموا بالصنعة ولهم الذين يعرفوا كيف يصابوا الزليج وماذا ي Pike حضارة الجزائر ويداع على النزل الججائري وكيدر مثل هذه الفاضيحة التي نرى أمامنا على ياسر الشاشة فهذا أكبر دليل على أنهم يحاولون السرقة بطريقة غبية يحاولون السرقة كل ما هو مغربي بطريقة غبية وباليدة جدا باليدة عباد الله ما هذا أعني؟ إذا جاءت برج إيفل في التيشرت عندي وخرش به في المغرب والتيشرتات والأقمسة على المغاربة وماذا من الحقيقة تدعي على أنه برج إيفل مغربي؟ ما هذا المنطق؟ هذا المنطق بليل جدا منطق حامض لأقصى درجة ولا طالما تحديناكم أحضروا لنا ورشة أحضروا لنا أحضروا لنا أحضروا الحجر وأحضروا للجازار وهو يرون السرقة هذه الصورة التي تشوفون الآن أمامكم على آخر الشاشة وستغلوا بالتعابة ويقلواه لهم أحضروا أفضل من رؤيتهم وعندما تناقشوا معهم هم أصلاً لا يعرفون لماذا يصلح تماماً كما هو الحال مع أمور أخرى القفطان متاناً القفطان خمس سنوات أو ست سنوات أو سبع سنوات هم كانوا يقولون القفطان مغربي عندما فجتهم الحماقية وكذا باغاً على أنهم ينسبوا القفطان لهم لا يعرفون لماذا صالح أولاً المناسبات التي تلبس فيها ولا يعرفون كيف تتخيط ولا يعرفون كيف تخيط بدليل بدليل على أنه كان هناك توثيق عدد من الجزائريين يحاولون أن يأتيوا إلى المغرب لكي يشنوا الكمية القفطان ويبيعها في حضرات الجزائر وهناك أحد الأمثلة كان هناك التجل المغربي الذي يتواصل مع أحد الجزائريين ويريدوا الكمية القفطان ويكتف فيها صنع في الجزائر وهذا التجل المغربي رفض هذه المسألة وكان هناك صورة متدورة في موقع تصوص الإشماعي هناك نحي سواء تجل سواء هو الذي يخيط القفطان سواء مهم يحاولون بطريقة بليدة وبطريقة غبية وما عمركم ستفلحوا لماذا؟ لأنكم جهلاء أغبياء ماذا أنتم لا تعرفون أن الزليج ليس صالح كالطبع وكتلسقوا وكتلسقوا الزليجين رأيكم كالخيل لأقصى درجة أميين جهلة ومعمركم ستفلحوا هذا النوع من الغباء ستفلحوا بل ستبقوا دائما في هذا الجهل لكم ستضحكوا عليكم الناس وصمرنا في الذحكة عليكم والزليج دائما ستبقى مغربي بشهادة العالم نحن نقول الزليج دينار ماذا ستفلحوا واجهوا معنا الفاس واجهوا تشاهدوا الزليج كيف تتعبوا وانتحداكم ما زلنا نتحدى جبوا لي ورشة واحدة مثل تلك الورشات وقروا آلية صنعت الزليج من الألف للياء كيف تركب كيف تقصم كيف شكدا كيف شكدا وانا عارفكم بأنكم مفاهمين تزف تفديك شي ثم تلصقوا تلصقوا فزادكم الله جهلا وزادكم الله أمية رأى من المستحيل على أنكم تكسبوا هوية ولا تلقوش هوية بهذا الطريقة البليدة جدا والحامضة والغبية والجاهلة والتي تنم على مدى الأمية والغباء حتى في محاولة السطو ومحاولات الصرقة فاشلين فيها وما عارفون كيف تدلوا لها متابعين كلام دعوني الآراء والتعليقات لكم حول هذه المهزلة وجاوبوني وشانالي غالط ولا هم اللي وصلوا لدرجة العبقرية لأن أي حاجة طبعوها ولسقوها كتولي ديالهم هذا هو المنطق العجيب لحضارة الجزائر أراكم في فيديو قابل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة